للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مراد فتح المحلل السياسي والكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية أهلا بك سيد مراد معنا الإدانات العربية الرافضة للتصريحات الإيرانية ضد المملكة تتوالى آخرها مجلس الجامعة العربية هل تعي إيران أن هناك رفضا عربيا لما تقوم به من إساءات واستفزازات؟ من حيث إيران تعي فهي تعي ولكنها تصر لأنها لديها سياسة واضحة ومحددة تجاه التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مجلس الجامعة العربية اليوم كان كاشفا للمواقف العربية الرافضة للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي الداخلي ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في سوريا في اليمن في مملكة البحرين هناك رفض عربي واضح موضوع البيان الصادر بالإجماع اليوم عن وزراء الخارجية العرب الرافض للتصريحات التحريضية والعدائية من قبل المرشد الأعلى في إيران هي خير تعبير عن التضامن العربي مع المملكة العربية السعودية أما إيران فهي تتدخل عن عمد وعن سابق إصرار في الشأن العربي هناك حديث صادر اليوم عن رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية وزير خارجية مملكة البحرين وتحدث صراحة عن أن التدخلات الإيرانية في شؤون الداخلية للدول العربية تسير النعرات الطائفية والمذهبية وهذه الأمور كلها لم تكن معروفة في العالم العربي قبل التدخلات الإيرانية في الشأن العربي إيران عن سابق قصد هي تتدخل وتعي ذلك تماما وخير دليل على ذلك استمرار أزمتها في قضية الجزر التي تحتلها التابعة لدولة الإمارات منذ سبعينات القرن الماضي أكثر من أربعين عاما حتى الآن وهذه الجزر زالت محتلة ودولة الإمارات العربية المتحدة تطالب بالحوار أو اللجوء لمحكمة للتحكم الدولي أو التفاوض أو شيء من هذا القبيل إلا أن الجانب الإيراني يرفض كل ذلك تماما إذن القرى في الملعب الإيراني وهي تعي جيدا ما تفعل وبالتالي لا بد من وجود موقف عربي للتصدي لهذه التدخلات الإيرانية هناك لجنة وزارية مشكلة من قبل مجلس الجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات لرصد كل التدخلات الإيرانية في الشأن العربي وهناك مساعي عربية في الوقت الراهن لوضع خطة للتحرك لرصد والتصدي لهذه التدخلات سواء كانت تدخلات سياسية اقتصادية اعلامية اقتصادية وما شبه ذلك إذن هناك وعي إيراني للتدخلات وهناك أيضا وعي عربي لكيفية التعاون مع هذه التدخلات وكان الرفض العربي واضحا من خلال الإجماع العربي الذي ظهر في البيان السياسي الصدر عن وزراء الخارجية العربي اليوم هنا في الجامعة العربية نعم تشديد هذه هي البيانات على أن الحكومة السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن ماذا تحمل من رسائل لإيران طبعا هذه رسائل واضحة الكل تحدث رغم أن هذا الموضوع موضوع التدخلات الإيرانية في موضوع الحج والتصريحات العدائية والتحريرية ضد المملكة لم يكن موضوعا على جدول الأعمال إلا أنه صدر بيان كلمة ممثل المملكة العربية السعودية سفير أحمد قطان كان واضحا في هذا الأمر وصدر بيان بناء على ذلك رئيس الدورة السابقة وزير خارجية مملكة البحرين تحدث صراحة في كلمته عن هذه التدخلات الكل غالبية الدول العربية حتى خاصة التصريحات التي صدرت من وزارات خارجية الدول العربية كلها تؤكد على حق المملكة العربية السعودية بأنها هي الجهة الوحيدة المنط بها لتنظيم أمور الحج وهذا خير دليل للتضامن العربي مع المملكة العربية السعودية ويدركون تماما مغزى التدخلات الإيرانية في مثل هذه الأمور وهذا ليس الأول كان العام الماضي عند موضوع الرافعة وعندما سقطت الرافعة في الحرم المكي كان هناك تصريحات مشابهة إذن هناك إصرار إيراني على التدخلات في هذه الأمور لإصارة النعرات وتسييس أمور الحج رغم أن أمور الحج هي أمور دينية بحتة والمملكة تكون بها خير قيام والكل يشهد لها بذلك أعتذر منك لذيق الوقت وأشكرك كنت معنا من القاهرة مراد فتحي المحلل السياسي والكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية شكرا جزيلا لك